كتاب الكلمات المحكمات تأليف الحكيم الإلهي آية الله الميرزى علي ابن الميرزى موسى الحائر الإحقاقي قدس سرهما الرسالة الأولى في دليل حرمة بعض الحيوانات وحلية بعضها الآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ساداتنا محمد وآله الطاهرين وبعد فيقول الأحقر الأفقر الفاني علي بن موسى الحائري إنه أتاني سؤال من البحرين والسائل يريد الجواب على سبيل العجلة فأتيت بما هو الميسور في أثناء السفر راجعا من حج بيت الله الحرام وزيارة النبي وأئمة البقيع الكرام عليهم السلام على طريق الأحساء إلى الكويت إلى العراق مع تبلبل البال وكثرة الإشتغال وعلى الله التكلان في كافة الأمور قال السائل ما دليل حرمة بعض الطيور وبعض الحوت وبعض حيوان البر وحلية بعضها ويكون الدليل عليه بآية من القرآن أو دليل عقلي تقبله العقول أقول وبالله التوفيق اعلم أن القرآن نزل معجزا للنبي صلى الله عليه وآله مصدقا لدعواه شاهدا على حقيته إلى يوم القيامة وليس متكفلا لبيان جميع الأحكام وتفصيل كل حلال وحرام بل المتكفل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره المعبر عن الكل بالسنة والذي ورد بالقرآن من الأحكام فإنما هو في الغالب لتشريع أمهاتها إجمالا فقط ما عدا موارد الإرث كيف والآيات المتضمنة للأحكام لا تتجاوز عن خمسمائة آية تقريبا ومسائل الصلاة فقط تقرب من إثنتي عشرة ألف مسألة على ما قيل فأية آية كافلة لمداركها وشارحة لأفعالها وأقوالها وما يقرأ في ركعاتها من السور والأذكار مثلا قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن أنبأتنا عن عدد الصلوات الخمس فرضا فلم يكشف لنا عن عدد ركعات صلاة الظهر أو العصر والمغرب والعشاء والفجر فضلا عن الشروط والأجزاء والمقدمات وعما يقرأ في الركعات ويؤتى به من الحركات والسكتات فضلا عما يعالج به في السهو والشكوك أو يتدارك به الخلل وما كنا نستفيد من القرآن لهذه الأمور حكما لا إجمالا ولا تفصيلا لولا بيان النبي صلى الله عليه وآله بقوله وفعله وتقريره وكذلك شروط الزكاة وفي أي شيء تجب ومتى تجب غير موجودة في ظاهر الكتاب ومثلها أفعال الحج ومناسكه الكثيرة والعمرة ومواقيتها لا تجد بيانها وتفصيلها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وقس على ذلك أبواب الفقه طرا من الطهارة إلى الديات فقوله تعالى وتفصيل كل شيء لم يعني ظاهرة بل أراد ما هو أعم من الظاهر والتأويل والباطن ولو سلم فالاستنتاج من ظاهره لا يتأتى إلا لمن عنده علم الكتاب كله قال تعالى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وذلك هو المصطفى من العباد الوارث له في قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهو الثقل الأصغر الموصى بالتمسك به في الأثر المتواتر بين المسلمين إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردى علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وبالجملة فالمتبع القرآن توأما مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وظاهر القرآن وحده لا ينهض كافيا لبيان الأحكام وتفصيل فروع الإسلام من عامة الحلال والحرام كما هو واضح لمن ألقى السمع وهو شهيد نعم أصول الإسلام من التوحيد وبعض فروعه وختام النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله والمعاد يوم القيامة فالقرآن فيه تمام الكفاية وغاية المطلب لأنه ما صدر إلا تثبيتا له ولا أنزل إلا مصدقا إياه بخلاف سائر الفروع ومسائلها ومن رام لكل جزئي من أحكام الإسلام مدركا من الكتاب لا غير ولم يقبل حكما إلا به فقد طلب متعذرا أو معسورا ولم ينن إلا حدودا مزجات وعطل جل المسائل وعمدتها فنقول إن هذا السائل العصري الذي يطلب مدركا لحرمة بعض اللحوم من القرآن أو من دليل العقل لا يخلو إما أنه مسلم قائل بالقرآن أو غير مسلم فإن كان الأول كما هو ظاهر من عنوان السؤال وطلبه الدليل من القرآن فيقال له إن قول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يلزمنا بالانتهاء عن كل ما ثبت نهي النبي عنه مطلقا بالقرآن وغيره ولا يختص بمحرمات القرآن بل ظاهر في غير نواهي القرآن لأن منهيات القرآن تعد من نواه الله عز وجل لا من نواه الرسول وليس لهذا المسلم محيص عن الالتزام بحرمة ما ثبت نهيه عن الرسول إما بالسنة المتواترة أو بخبار صحيح أو محفوف بقراء الصحة كما التزم في أركان العبادات وأجزائها وشروطها وأفعالها بما ثبت من السنة ولم يطلب لها دليلا من القرآن أو من العقل فلا يجوز له التوقف في حرمة ما ثبت النهي عنه ولا يسوغ له أن يحصر الدليل في القرآن أو العقل لأن الذي دل على اتباع القرآن بعينه هو الذي دل على اتباع السنة بلا تفاوت ومن كان متبعا ومصدقا في شرح إجمال قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة وبيان أقسام الصلاة وأنواع الزكاة وشروطها كان أيضا هو المتبع في كشف القناع ورفع الإبهام عن قوله سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وكان تفسيره وبيانه هو المستند في تمييز الطيبات عن الخبائث وتفصيل المحللات والمحرمات فما بالهم يؤمنون ببعض السنة ويكفرون أو يتوقفون في بعضها وما ذلك من بعضهم إلا الفرار عن الإنقياد ببعض التكاليف بعذر عدم وجوده في القرآن نعم لهذا المسلم أن يتفحص عن السر والحكمة في حرمة بعض اللحوم حتى يزيد علما وبصيرة في الدين ويطمئن قلبه بحقية منهجه ويقوي سلاحه في الجلب أو الدافع لا أن يحصر الدليل في القرآن أو العقل مع وجود السنة المقبولة فيقال له حينئذ أن هذه المحرمات ليست بجمعها خاصية واحدة وجهة خاصة حتى يبين أن حرمتها كانت من تلك الجهة بل لكل نوع من اللحوم تأثير خاص في الضرر والفساد فبعضها يضر قوة الحافظة وبعضها يورث البلادة وبعضها يولد القساوة وقسم منها يذهب الحياء أو يورث الجبن أو البرص أو الجذام أو مرض الصداع دائما أو نقصان العقل أو ينفد الحرارة الغريزية سريعا أو يوجب ضعف البصر أو الدماغ أو غير ذلك ولا يحيط بتلك المضار والخاصيات إلا خالقها ومن أوحى إليه علمها وقد تكفل بعض الكتب كحياة الحيوان ونحوه لبيان بعض خواصها وفي هذا القرن كشف بعض علماء الغرب المتوغلين في الثقافة عن بعض الحقائق والأسرار لما تيسر لهم استخدام آلات الكشف فعرفوا سر حرمة لحم الخنزير وحرمة الخمر وسبب تبعيد الكلاب وحكمة بعض الواجبات والمندوبات وتبين لديهم أن منع الحكيم عن بعض الأمور وندبه أي بعض ليس خرسا أو جزافا أو هوى نفس أو تنفر طبع بل عن مضار ومنافع ومصالح ومفاسد كامنة في تلك الحقائق وربما بعد حين يعثرون على غالب الأسرار والحكم الظاهرية إذا قويت أفكارهم وتسهلت لهم الآلات وأما تساوي اللحوم في الجنسية كما في السؤال فلا يوجب مساواتها في التأثير إذ لكل نوع منها تأثير خاص غير تأثير الآخر كما أن النباتات والأثمار لكل منها خاصية غير الأخرى بعضها سم قاتل وبعضها مر لاذع والآخر حلو وصنف منها حار وآخر بارد مع أن الجنس واحد وكلها مساوي في النباتية كذلك أقسام الجماد والأحجار والمعادن مع تساويها في الجنسية مختلفة اختلافا فاحشا في التأثير والخاصية والاختلاف هذه اللحوم في المضار وشتات جهاتها وعدم إمكان الإحاطة بها لا يمكن إقامة البرهان العقلي على مجموعها إلا فيما ثبت الضرر الحسي فيه وقد كشف الحكيم بما تلقاه بالوحي الخاص من خالق الطبائع مع النهي عنها عن وجود مضار في تلك اللحوم إجمالا وحصر الحلال من الحوت فيما له فلز والحرام في غيره والحلال من الطيور فيما ليس له مخلاب وفيما دفه أكثر من صفه وفيما له قانصة أو حوصلة أو صيصة والحرام فيما عداها وحصر الحلال من حيوان البر في ذوات الخف والحافر والظلف والحرام في سوى ذلك فعرفنا من ذلك أن القسم الحرام من تلك اللحوم فيه بأس بمعنى أن البأس والضرر منحصران فيه أي في نوعه مثلا في نوع ما له مخلاب من الطيور لا في كل فرد فرد وربما يكون بعض الأفراد والأصناف من ذلك النوع خاليا من البأس في نفس الأمر لكن لعسر الإطلاع على ذلك الصنف أو الفرد من أحد البشر حرم الجميع حكمة لا علة فالتكليف هو الاجتناب عن الجميع في ظاهر الأمر حذرا من الوقوع فيما به بأس فتبصر ثم إن العارف إذا تيقن من مهارة الحكيم وقوته في العلم والفكر من سيرته وقوانينه الموضوعة في الحقوق والمعاملات وغير ذلك ورآها كلها موافقة في نظر العقل والوجدان ولم يعثر على خدشة أو عثرة قط في ذلك ثم صادف بعضا من قوانينه لم يعرف لها وجها أو مدركا فلا ينبغي له أن ينكر هذا القانون أو أن يطعن فيه بل الواجب منه أن يبذل الجهد ويتعب نفسه في معرفة سره ودرك مدركه بأعمال الفكر أو السؤال حتى يقف على ما يطمئن به أو يصدقه تسليما قياسا على سائر قوانينه الثابتة المسلمة أو يتوقف عن مخالفته لأنه ما صدر إلا عن حكيم قوي مذعن له غير مجازف مثال ذلك إن عثر على صنعة كسيارة عجيبة أو طيارة بديعة ذات أدوات وآلات كثيرة محكمة وعرف الحكمة في عمدة هذه الآلات واطلع على سر وضعها وغاية صنعتها حتى اطمأن بعلمه ومهارته وإتقانه ثم عثر في هذه الصنعة العجيبة على آلة صغيرة لم يعرف فائدتها والحكمة في وضعها فهل يسوغ له أن يقدح في وضع هذه الآلة أو يجوز له أن يأمر برفعها وقلعها من حيث عدم إحاطته بسرها أو لا بل ينبغي له أن يرقي فكرة حتى يصيب حقيقته وسره أو يسأل من صاحب تلك الصنعة أو من يساويه المهارة كي يقع على غايتها ويصل إلى معرفتها أو يسكت وينسب القصور إلى فهمه وإدراكه بالأخص إذا كان هذا المتفحص واثقا بصاحب هذه الصنعة معتقدا نبوته وأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فكيف يصح منه التردد أو الاعتراض والقدح بل عليه أن يقول لا بد لهذا القانون من حكمة لكن ذراعي قاصرة عن منالها وفكري محجوب عن إدراكها هذا هو معنى التسليم الوارد في كثير من الأخبار فافهم كل ما ذكرناه إنما يجري على السائل العصري إن كان من أهل الإسلام والإيمان وأما إن لم يكن من أهل الإسلام والقرآن فالكلام معه في فروع الدين وجزئياته وإقناعه من أصعب الأمور إذ ليس هناك بين الطرفين أصول مسلمة قاطعة للنزاع يرجع إليها بالأخص إذا لم يكن من أهل ملة ودين بل كان طبيعيا ملحدا أو دهرية فإن لم يثبت له ضرر حسي وجداني لا ينكره أو ضرر منصوص عليه من أساتذة علم الصحة المقبولين عنده فهيهات من إقناعه وإدخال شيء من هذه الأمور في فكره فينبغي في مثل هذه الموارد الكلام معه في أصل الدين أو المذهب وبعد إثبات حقية الأصل عليه وإلزامه به يكون الكلام في الفروع سهلا جدا بل المجادلة لكل ذي مذهب مع صاحب مسلك آخر في جزئيات المذهب وفروعه تضيع للكلام وتفويت للعمر إن لم يكن في البين أصل مسلم أو حكم عقل قاطع ومن اللازم حينئذ صرف الكلام إلى أصل المذهب كي يبتنى عليه الفروع مثلا يصعب على الشيعي إثبات استحباب السجدة على التربة الحسينية على المسلم السني كما يعسر على هذا السني إثبات وجوب التكفير أو استحبابه على المسلم الشيعي إذ كل من الطرفين في دعواه يستند إلى نقل وحديث غير مسلم عند صاحبه فإذا تحاور في أصل المذهب وأثبت أحدهما حقيقة مذهبه على الآخر هان الأمر وسهل الخطب وأمكن إثبات الفرع من غير كلفة بالأصول المسلمة في المذهب فتفطن هذا آخر ما سنح بالبال على العجالة في هذا المرام والصلاة والسلام على محمد وآله سادات الأنام والحمد لله الملك العلام في الابتداء والاختتام حرر في النصف من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية ترجمة نانسي قنقر